وقوع الخلاف أمر عادي لكن القضية التي نتكلم عنها الآن كيف تحل الخلاف بين الناس ما هي أخلاق الإنسان الذي يمكن أن يعني يحل الخلاف بين الناس ما هي أنواع الخلاف التي تقع إذا أردت أن يُقبل منك الحل ماذا تفعل الأعمش رضي الله تعالى رحمه الله لما كبر وكان من العلماء وقع بينه وبين امرأته خلاف فنادى واحد من الأصحابه ليُصلح بينه فجاء صاحبه ودخل عليه وعلى زوجته وامرأة الأعمش يعني بحجابها فجاء هذا بيُصلح بينه فقال لامرأة الأعمش قال يا فلانة إن الأعمش رجل صالح فلا يُزهِّدنَّك فيه يعني لا تزهدي فيه لا يُزهَّدنَّك فيه عمش عينيه العمش هو النظر الضعيف جداً ما يشوف إلا في النهار وشيء يسير في الليل ما يشوف قال فلا يُزهِّدنَّك فيه عمش عينيه ولا دقة ساقيه ولا ضعف ركبتيه ولا احدداب ظهره ولا كثرة نسيانه ولا نتنُريحه ولا قلة ماله وبدأ يعدد والأعمش ينتظر صفة حلوة اترغب المرأة فيه ما جاب هذا ولا صفة يقول فرفع الأعمش إزاره وضربه قال خرج فوالله قد جي إذابك مصلحاً لا مقيماً أنا مني بعبد بتبيعني جاي تقيمني لقد أطلعتها على عيوب هي من تبهت إليها هي عجوز مثلي أنت نبهتها على عيوب هي من تبهت إليها لقد أطلعتها على عيوب هي من تبهت إليها فبعض الناس يأتي لأجل يُصلح ويزيد الطين بالله أعظم من يُصلح بين المتخاصنين هو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في حديث عظيم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث به أصحابه يقول أنس رضي الله عنه بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اضضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له عمر يا رسول الله ما أضحكك بأبي أنت وأمي فقال رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى فقال أحدهما يرب خذ مظلمتي من أخي فقال الله تعالى للظالم أعطي أخاك مظلمته قال يا رب لم يبقى من حسناتي شيء يبدو أن هذا الظالم عليه قضايا كثيرة للناس ويوم القيامة لا دينار ولا درهم بالحسنات والسيئات فهو قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا واغتاب هذا واتهم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ثم فريت حسناته فيقول الله تعالى أعطيه من حسناتك حتى يرضى قال يا رب ما بقي من حسناتي شيء فيقول الآخر المظلوم يا رب فليأخذ من أوزاري يا رب عطه من أوزاري عندها دمعت عين النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم الآن يصلح الله تعالى بينهما يصلح بين المتخاصمين يقول الله تعالى للمظلوم اللي يقول أنا أريد حقي يا رب فليأخذ من أوزاري حتى يعني أرضى أنا لي حق عليه ما أعطانيه فنيت أموال الدنيا وذهبت لكن يا رب أنا لي حق عليه يعطيني حقي فيقول الله تعالى للمظلوم أرفع بصرك قال فيرفع بصره فينظر في الجنان فيرى مدائنة هو بقصر قصرين مدينة مدائنة ممتضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ فيعجب إذا رآها قال يا ربي لأي نبي هذا لأي صديق هذا هذه أكيد لنبي من الأنبياء هذه أكيد لصديق من الصديق لأي شهيد هذا فيقول الله تعالى هذا لمن أعطى ثمنه قال يا ربي وما ثمنه ومن يملك ثمنه فيقول الله أنت تملكه قال يا ربي كيف قال بعفوك عن أخيك فيقول يا ربي قد عفوت عنه قد عفوت عنه فيقول الله خذ بيد أخيك فيدخلان الجنة ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة هذه يا إخواني فضيلة عظيمة لمن يقوم بالإصلاح بين الناس فضيلة عظيمة لمن يقوم بالإصلاح بين الناس يقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الأسرار التي يسر بها الناس إلى بعضهم البعض يقول الله تعالى أكثرها ما فيها خير تجد الواحد أحيانا إذا أراد يغتاب كلم فلان لوحدهما ليخبره عن كذا أو ربما لو عنده خبر عن فلان وإن كان فيه نوع من الفضيحة كلم فلان نجوة غالباً الكلام العيد والخبيث ما يكون يعني في الغالب في المجالس العام ما هو الإنسان يخجل من الناس وربما أنكروا عنه فهو يتكلم بنجوة بينه بين الآخرين بينه بين صاحبه بينه بين زوجته وهكذا فيقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة واحد يجي عن فلان الغني ويكلمه بينه وبينه يقول ترى جارك فقير أحسن إلي أنا ما أريد أن يتكلم أمام الناس حتى ما يخرج الفقير لكن يتكلم بينه وبينك ترى يستحق الزكاة إلا من أمره بصدقة أو معروف يأتي وطرق عليه الباب بينه وبينه ويقول يا أخي أنت تغيب عن صلاة الجماعة ما نراك في صلاة الجماعة يا أخي أنت تقصر في تربية أولادك أنت تعق والديك إلا من شوف هذا الكلام دائماً يكون بالسر إنه نصيحة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إيش آه وهي أعظم من الأولى والثالثة أعظم مما قبلها إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نوتيه أجراً عظيم يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو يتكلم عن فضل ويروى عن أنس فضل الإصراح يقول من أصلح بين اثنين جعل الله له بكل كلمة كعتك رقبة من أصلح بين اثنين جعل الله له بكل كلمة كعتك رقبة هذا ليس حديثاً لكن من قول الصحابي ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في مراوه البخاري كل يوم تطلع فيه الشمس لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن على الإنسان على كل سلامة من الناس صدقة يصبح على كل سلامة من الناس صدقة الصحاب قال يا رسول الله السلامة هو المفصل يعني الواحد يومياً لازم تصدق بثلاثمائة وستين صدقة قال يا رسول الله أينا يستطيع ذلك فعدد النبي عليه الصلاة والسلام عدداً من الصدقات التي نستطيعها ما فيها فلوس قال أمرك بالمعروف صدقه ونهيك عن المنكر صدقه وحملك لمتاعك متاع صاحبك صدقه وإفراغك من دلوك في إناء المستقي لما تستخرج دلو من البئر ويأتي واحد متأخر وتقول يلا بيقدمك على نفسي هذا صدقه تبسمك في وجه أخيك صدقه وذكر منها قال وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين لك صدقه يعني تصلح بينهما بالعدل تعدل بين اثنين لك صدقه ترجمة نانسي قنقر